بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائي الكرام مرحبا بكم في قناتكم أملاء في المهجر إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير يا رب العالمين وصفة اليوم سنجاك مع الكروفات ونرفقهم كذلك بالأرث نعود لكم الطبق نتمنى الوصفة اليوم تنال إعجابكم نبدأوا على بركة الله نحضروا الوصفة ونذكروا باقي المقادير مع بعض إن شاء الله نأخذ مقلات لا ووك نضيف زيت الزيتون يعني حوالي ملعقتين زيت الزيتون نضيف عليها مباشرة نوضح الصورة نضيف كذلك كروفات يعني عندي مقادير قليلة جدا نضيف عليهم الثوم اللي كنت قطعتها قطع صغيرة نضيف كذلك الملح ونزيد كذلك الفلفل أسود نضيف عليهم مباشرة قصبر اللي كنت قطعتها اللي كنت قطعتها نضيف نضيف كذلك طماطم يعني تقشرها وتقطعها قطع صغيرة لهاد الشكل أنا هده الطماطم نضيف كذلك تقضي تضيف العكري أنا هنا مددش العكري نضيف نخلط مع بعض نضيف كذلك لزيارب دو بروفنس الأعشاب من السماء وزعي ترى تقدر يدير الرند وهنا على الجنب أنا غليت الماء ونضيف الملح ونطيب فيه الأرز هنا تقضي تضيف كذلك تقدري كذلك تضيف في الرند هنا نخلطهم مع بعض ونخليهم على الناع كما تشاهدوني هنا أنا نغلي في الأرز ولا هنا لا تخلط ليش وقت كثير في الطياب يعني حوالي ربع دقائق وكانت موجود معي وهذا هو الطبق في الصحن التقديم زينتوا بالأرز كما قلت لكم نتمنى الوصفتنا لإعجابكم صراحة نجيل ديدا بقاليرا نقول لكم صحفت لكم دمتم في راعة الله وحفظة والسلام عليكم في وصفات أخرى إن شاء الله سلام قالوا بقالل نقطع نقطع اشتركوا في القناة